السلام عليكم اخواني اخواتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وسهلا يا رب اليوم ان شاء الله هنشوفوا مع بعديتنا المخمر او للمفروق المسويوي ديال الزمان القديم بطريقة سهلة وبسيطة مع بعض الاضافة ديالي غادي نشوفها ان شاء الله في الفيديو كيجي رائع كيجي لديد وكيجي صحي خصوصا في هاد الجود ديال البرد مع برد ديالاتي ويا سلام نتمنى هاد الفيديو اخواني اخواتي يعجبكم وينار رضا ديالكم ويلا يعجبكم بطلع جازكم بخير ما تنسونيش من ضايقات زيارة صندوق الوصف غتلقوا المكونات اللي انا اشتغلت به وبعض الروابط التواصل الاجتماعي اللي بغي يتواصل معي مرحبا والف مرحبا وغتلقوا حتى المفروق او للمخمر العادي اللي كنديروه بدون حشوة غير بالزبدة كيكون هكا نيا مفروق بالزبدة بلدية غتلقوا ان شاء الله في صندوق لوس فرا نسبق لي خدمتم معكم في عيد الاضحة اللي احنا كنديروه او لكن قدموه في الصبح الصبح ديال العيد الكبير والعيد الصغير هذا المفروق اللي كيكون محشي او لمعمر بزيد الزيتون وبالزعتر انا كاضافة غنضيف له الاجبان انتم غتشوفوا معي في الفيديو ان شاء الله فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو بسم الله على البركة اللي كيف ما كتشفوا عندي هنا القمح الكامل من طاحون المنزل يعني ما مغربلش ما تقولوش الطاحون يغربلو لكم انا في المنزل ديالي كيف ما تشوفو غربلتو غادر ناخد منه غير نخالة الغليدة او للردة الغليدة هي اللي غن نزولها ونخليها حتى نقرص بها الخبز مرة اخرى كيف ما تشوفو غير الغليدة هي اللي حييدة غنخلي رديك الرقيقة الحمامر وغنخلي القمح الكامل انا بغا الخبز او للمخمر يكون عندي صحي الكيمياء ديال الدقيق كتبقى على اه كل شخص انا تقريبا ندرت هنا جزلي في رقمشتو ديال الدقيق كنضيف له هنا معلقة ديال العسل ممكن تعاوضوها بسكر ساندة انا اضفت غير العسل اه عسل هكا كيكون صحي من افضل يكون العسل كنناخدو هنا يا الخميرة البلدية اللي انا محضرها في المنزل اراني سبق لي اخدمتها معاكم غا تخلقاوه في سندق لصف انا هاد للمخمر او للمخمر غادي نعجنو ان شاء الله بالخميرة البلدية اللي ما تتنجحش معها الخميرة البلدية في هاد الجو يضيف واحد الرشة ديال الملحة او عفو ديال الخميرة الفورية ويضيفوا هنا ملحة او معادي مال تطور العجين اضيفه لها زعتر والمنحة والخميرة والماء دافئة اضيفه زيت زيت زيتون انا هنخلل مع زيت الزيتون انا مع القضية الزيتون حتى اندهن بها العجين من بعد. صفي كان بدهول المفاد العجين كما تتعرفوا. دقيق القمح الكامير راحتي بغي الماء. وعجينته سهلة عكس العجينة ديال الفورس ولا العجينة ديال الدقيق الفينو. فالدقيق ديال القمح الكامير راح يجي مطيع في اشتركوا في القناة 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 كما سبق لك لكم بالاستعانة بالزيت كان دانويتنا بالزيت هكا وكان نقرسو الخبيزات دينا حتى نقرسوهم كاملين وكان نبدو في عملية طهي هنا المقلة درتها على النار من احسن البنات او الاخواني اخواتي يخوضوا المقلة اللي يكون عدة الحاوف انا بنسبة للمخمار المقلة اللي كانستعمل هي دي اللي عند الحاوف المقلة اللي وقفة فعل الحيط هديك خاصة بالسمن ما تكونوش عند الحاوف المخمار ستكون عدة الحاوف لان كرمبضون الحاوف هم يساعدو المخمار انه يطيب لنا من الجنب ديالو للحاوف ديالو وما تيبقى لنا مع الجنب الجواني هنا كيفما تشوفوا المقلة هنته بزيت خليتها حماس مزيان وكتحطو فيها العجينة ديالكم ما تقلبوهاش عكس المسمن المسمن دغيكا نقلبوه المخمار او لاد مخمر خلوه حتي ديالكم فقاعات عدب شقلبوه وما تقلبوه فانتما تبقووا تمشوه مع الحاوف ديال المقلة كيفما تشوفوا الطريقة رمود ضح في الفيديو باش الجواني بديل المخمار ديالكم يطيب لكم يجيكم شمعجن تبقوا تديرو هاد العملية حتى تطيب لكم المخمارة المخمارة والاااا هاد المخمر ولهااد المفروق مزيان اراكم غاشتشوفوه ااا جناب ديالو كيتحمرو هو توتيتحمر النار هنا من بعد ما سقنت لنا المقلة النار تكون متوسطة ما تكونش نار مرتفع باش ما تشووتش لكم او لاتحرق لكم ولا تطيب لكم هاد المخوزة من الفوق ومن الداخل تبقى لكم معجنة فالنار ستكون متوسطة وخوضوا المقلة تكون تقيلة. هذه المقلة تقيلة دي الوجدة هي اللي كتساعد لمسمن انه اولى المخمار انه يطيب مزيان وماش يدوك الرقاقة رقيقة ما كتطيبش بصراحة مزيان لانه ما كتهش طيابه لسخونية بحل هاد المقالي. صفي كما كتشوفوا الشكل دي المفرق ديانه ما شاء الله را كي بدأ ينتاف خلينا هكا لانه يبدو يتفرقوا هادوك الورقات على بعض ديتهم وكم قوبات طريقة كنضغطوه للجوانب وكان احنا كنلفوه في المخمار ديالنا الخبزة ديالتنا ولا الخبيزة ديالتنا على الجوانب كي مشتوها كدوها ونجيبوها كنية في المقلة الجوانب ديالها يكونوا في الحوف ديال المقلة باش تتحمر لكم مزيان وطيب لكم مزيان كان ضر الفكرة واضحة والفيديو موضح راسه ونتمنى اخواني اخواتي ما تكونوش نسيتوني من لايك الله جزتكم بخير اللايكات ثم اللايكات را اللايكات وما اللي ترفعون لنا الفيديو بان اليوتيوب كي اقترحوا وكي شوفوا يعني متتبعين اخرين وباش الفائدة عم هكا ونقدمو لكم مزيان الوصفات اللي هما اقتصاديين وعلى قد شيبوا في نفس الوقت من وصفات القدام ديال الزمن ديال والدنا اللي بزاف ديالناس بزاف اه حاليا باعدوا عليهم انا شخصيا يعني هاد الفرق ما كان ديروش بزاف ولكن انا قصدت نديرو اليوما لانا ولدي اللي يطلبوا لي لانا هو اللي يبغى هذا ديال اللي كيكون عمر بالزيتون هكا وبالزمن فنا درته على حساب ولدي مشاركت معكم الفيديو نتمنى هاد الفيديو انه يعجبكم وينار ريطة ديالكم صافي كيما كاتشوفوا من بعد ما طابت لنا المخمارة اللي ولا فحنا ندرنا بزيت كندهنو المقلغي بالفرشات يعني بفرشة شيشيتها هكا وكندهنو بها المقلغة وكنحطوا المخمرة ديالتنا كنخلوا واحتك كيف ما تشوفوا من التحت ديالها كيو اللي صفر ما كيبقاش ابيض وكندر لنا الفقاعات هكا نيا كي ما تشوفوا عاد بش كان قلبوها ما تقلبوهاش وهي مدارتش لكم الفقاعات صافي من بعد ما كان نقلبوها شوفوا ما شاء الله كيف كيجي المخمار ديالنا من الوسط كيجي مفروق كيما شتو كيجي طيب من الجوانب ما كيجيش مع الجنب حتى شي حاجا ولي الدور ريحة ما نقوش لكم زيت الزيتون مع الأجبان مع الزيتون الكحلولة الزيتون الأسود فهو كيجي رائع وطيب طبط حال بالخميرة البلدية والخبز القمح الكامل فرائع رائع ما شاء الله كيما سبق لكت لكم حين الزمان من اللي كانوا كيطيبوا هذه المخمارات فكانوا كيدروا واحدة فقوا واحدة وكيكبوا لينا فوق منهم الزيت الزيتون وكنناكلهم بزيت الزيتون مع قاتي فهو رائع 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 جدا أنا اليوم غادي نقدمو كعشة وغادي نقدمو إن شاء الله مع الحسوة ديال الشعير صافي كيما كتشوفوا على هالطريقة كنبقوا نطيبوا في المخيمرة ديالنا على هالطريقة وحنا كنلفوهم على الجوانب ديال المقلة وكنضغطوا عليهم بحقها بطابة الحال را كما كتشوفو مكين تافخوا لنا هالكنية حتى كيطيب لنا مزيان المخمار ديالنا كيما سبق لك لكم النار تكون متوسطة ما تديروش النار تكون مرزافعة باش ما تحرقش لكم أو لطيب لكم تحمر لكم من برة وتبقى لكم من الداخل معجنة صافي كتبقوا على هالطريقة أنتم كتطيبوا في المخمار ديالكم وكتلفوهم للجوانب هكا ديال المقلة حتى كتطيبوا مزيان وكيطيب لكم مزيان صافي على هالطريقة بالنسبة للمفروق أو للمخمار العادي اللي بلحشوة فانتم غادي نتلقوا إن شاء الله في صندوق الوصف كما سبق لكم راني خدمتوا معاكم في فيديو سابق يعني في عيد الأضحى هذا كتنقدمه بالعسل والزبدة البلدية صافي كيما كتشوفو هالمفروق ديالنا شوفوا ما شاء الله كيف كي يجي ديك العملية ديال انتفاخ وكي تفرق على بعضياته كي يجي رائع رائع جربوا وأكيد أنه غادي يعجبكم جربوا والله العادي اللي تيجي رائع صافي هنا كيف ما كتشوفو من بعد ما زولت هذيك المخمارة فانا كندهن كيما اشتغير بشيتة ديالتها هذا كندهنوا به الزيت وكان حطوا مخمار ديالنا وكان طيبو صافي هنا من بعد ما طيبنا المخيمرات ديالنا وللمخمار أو للمخمار عفوان وللمفروق للمسفي والقديم ديال الزمان كيما سبق لكم أنا ضفت له غير الأجبان أما هي الطريقة الحقيقية فكان فاغير زيت الزيتون والزيتون والزعتر فهو كي يجي رائع كي يجي لديد شوفوا لي ما شاء الله ديك التعليكة ديالك أجبان مع زيت الزيتون ومع الزيتون أنا راحان يا الله البنات را ما قدش نحطهاي الديار حرقتني بزيان صافي غير بغيت نحلة بشتوفها من الداخل كيف كي يجي را كي يجي مفروق ديك الشي اللي تسمينه المفروق لأنه كي يجي طبقات ومفروق على بعضيتهم واللدة ما نقولش لكم والرائحة ما نقولش لكم جربوه وأنا أكيد أغدي يجي بكم سجلوا هاد الوصفة الرمضان رمضان عن الأبواب هكا تنفعكم في الفطور وعدباء حاليا تنفعكم في وجبة الغداء أو لا العشاء احنا شخصيا كنا كنديرو بعد مرات الغداء نتغدو بي ونشو المدرسة بعد مرات كنديرو معنا وحدة يعني ولا نصفة كنديرو معنا كلانش بوكس ديال دابا أو للقوتي ديال دابا فكنا كنديرو معنا نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينار رضاكم إخواني إخواتي وإلى عجبكم الله يجزيكم بخير لايكات توم واللايكات كيفما كتشفونا قدمتو مع الحساء ديال الشعير غنتقسم معكم إن شاء الله الحساء غادي نشوفوه إن شاء الله فيديو قادم إن شاء الله هي الحساء بالحليب والحساء بمطيشة نتمنى هذا الفيديو أن يعجبكم وينار رضا ديالكم وإلى عجبكم الله يجزيكم بخير اللايك ثم اللايك وخليت لكم الراحة إخواني أخواتي وفي فيديو قادم إن شاء الله أخذكم أم حمزة